ونفتخر بها جداً يعني المخرجة والممثلة والكاتبة نادين لبكي هي في مهرجان كان كعضو لجنة تحكيم يعني وعلى سجادة الحمراء كمان أطلت ببدلة رجالية يعني طبعاً نادين مسيرة مع المهرجان يعني شاركت في المهرجان طبعاً بأفلام عدة من 2007 كان بسكر بنات وكمان هلأ لوين كان 2011 وأيضاً شاركت 2018 وحاز الفيلم كان على الجوائز فأكيد بمبارك لها يعني أكيد نادين طبعاً من المخرجات العربيات الرائعات حقيقة ولدائماً حتى أفلامها وقصصها وطريقة إخراجها وتعاملها مع هذا العالم يعني كمية إبداع حقيقية أثبتت نفسها وعمق كثير كبير في أعمالها ولما مثلت كمان كانت جداً مميزة هي جميلة بكل ما فيها حتى ولو لبست بدلة رجالية تبقى جميلة الجميلة لكن تجربتك كمان كمخرجة بتأخذ مننا نادينة الممثلة يعني تعتمد كمخرجة أكثر ترجمة نانسي قنقر